أما الآن فإلى صوت المملكة وحلقة جديدة مع عامر رجوب إليك عامر شكراً غادة أهلاً بكم إذن في صوت المملكة حياكم الله الليلة وفي ثاني الحلقات الحوارية حول البرامج الانتخابية لقوائم الأحزاب للدائرة العامة حزبان سنحاورهم اليوم في برامجهم الانتخابية التي أعلنوا عنها هل استجابت برامجهم إلى التحديات التي تواجه الأردنيين حسب استطلاعات مراكز الدراسات نطرح أسئلة اليوم والمتعلقة بتوفير فرص العمل الصحة الاستثمار وغيرها قبل البدء دعونا نلقي نظرة على الحزبين المشاركين معنا وبالأرقى دعونا نبدأ بحزب تقدم بلغ عدد المنتسبين ثلاثة آلاف وستمائة وتسعة وثلاثون من الذكور ألفان وأربعمائة وستة عشر أما الإناث ألف ومائتان وثلاث وعشرون الشباب ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون واحد وعشرون مرشحا يمثلهم اليوم الأمين العام للحزب الدكتور خالد البكر أما حزب العمال فقد بلغ عدد المنتسبين ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون فيما بلغ عدد الذكور تسعمائة وسبعة وسبعون أما الإناث ثلاثمائة واثنان وخمسون الشباب خمسمائة وواحد اثنان وعشرون مرشحا يمثلهم اليوم الأمين العامة الدكتورة رولا الحروب قبل أن أبدأ وجوب التنويه كم عدد المرشحين يا دكتور على القائم العام الحزبية أربعون مرشحا لقائمة تقدم نعتذر قبل أن نبدأ لمعرفة أولويات الأردنيين واهتماماتهم أظهرت آخر ثلاثة استطلاعات لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن أولويات الأردنيين تمثلت بأن خمسة وعشرين في المئة من الأردنيين قالوا إن البطالة أكثر القضايا المحلية أهمية الفقر بنسبة ثلاثة عشر في المئة بحسب الدراسة يأتي بعد ذلك في اهتمام المواطنين تدني مستويات الخدمات العامة في التعليم والصحة والنقل بنسبة عشر في المئة وكذلك ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة عشر في المئة ثم غياب العدل والمساواة بنسبة سبعة في المئة أما الوضع الاقتصادي بصفة عامة فكانت النسبة اثنين وعشرين في المئة دعونا نستعرض أهم قواعد الحوار في برنامجنا قبل أن نبدأ وأرجو من الضيفين الالتزام بها احترام وجهة نظر الطرف الآخر التركيز على الفكرة وعدم التفرع بعيدا عنها الالتزام بالوقت المخصص لكل سؤال وعدم مقاطعة الطرف الآخر سنخصص دقيقتين لكل إجابة وهذا هو النهج المتبع في المناظرات العالمية وهو أيضا في الوقت نفسه الفترة الزمنية المحددة في مداخلات السادة النواب تحت قبة البرلمان أهلا بالدكتور خالد البكار وأهلا بالدكتورة رولا لحظة سأبدأ اليوم وسأبدأ معك دكتور خالد ملف فرص العمل سيكون السؤال موحدا لكل الضيفين سأبدأ بالقطاع الصحي موازنة وزارة الصحة الحالية 766 مليون دينار بارتفاع نحو 65 مليون دينار مقارنة بعام 2023 واقع القطاع الصحي اليوم يتطلب مزيد من الانفاق للوصول إلى خدمات صحية شاملة وخصوصا التأمين أيضا الصحي الشامل كقائمة حزبية ما هي المتغيرات المطلوبة في القطاع الصحي في برنامجكم لتحسين واقع الخدمات الصحية سأعطيك دكتور دقيقتين تفضل شكرا يسعد مساك ويسعد مساكي أخت رولا بدون شك لا يمكن تقدر تقدم برنامج عمل إلا إذا قدرت تشخص التحديات اللي بعاني منها القطاع أنا أعتقد اليوم القطاع الصحي مشكلته مش بالانفاق بقدر ما هي إدارة القطاع بشكل عام وإدارة التمويل والانفاق في وزارة الصحة المشكلة ينظر لها حزب تقدم على أنه اليوم توزيعة المستشفيات والتناسق ما بين المركز الصحي الأولي والمركز الصحي الشامل والمستشفى هي المعضل الكبير أمام الناس يعني اليوم إقليم الجنوب كله بدون مستشفى تحويله وهذه مشكلة كبيرة واحد اثنين إذا أخذت المعايير اليوم عدد أطباء الاختصاص إلى عدد المراجعين لأي مستشفى تجد أن هناك تفاوت كبير مهمتنا اليوم في حزب تقدم ننظر أولا إلى تطبيق الخارطة الصحية اثنين إلى تبني نهج الطب الوقائي ثلاثة إلى تعزيز دور المراكز الأولية ومن ثم ربط كل عدة مراكز أولية بمركز شامل وكل أكم من مركز شامل يرتبط في مستشفى وكل أربع خمس أو عشر مستشفيات ترتبط في مستشفى تحويله بحيث يتم تغطية الأقاليم شمال جنوب وسط كل مستشفى يجب أن يكون في مستشفى تحويله لكافة الاختصاصات هذا من ناحية من ناحية ثانية المطلوب هو أتمتت كل الخدمات الصحية حتى نقدر انوحد مرجعية اتخاذ القرار في القطاع الصحي المسألة غير متعلقة فقط بما ينفق لوزارة الصحة الرقم الذي ذكرته هو رقم وزارة الصحة لكن اليوم اللي نحن نحكي عنه في برنامجنا هو توحيد المرجعية ما بين الخدمات الطبية الملكية وما بين وزارة الصحة حتى ما يقدم في القطاع الخاص أن يكون هناك حالة من التكامل في تقديم الخدمات للقطاع الصحي الأردني شكرا دكتور دكتورة ماذا يوجد في برنامجكم لإدارة القطاع الصحي؟ تفضل في البداية نحن مركزين على ضرورة توفير التأمين الصحي الشامل لكل الأردنيين ثم في المرتبة الثانية لجميع المقيمين وهذا حق من حقوق الإنسان وهو بالمناسبة نسبة الإنفاق في قطاع الصحة لدينا أقل من النسبة التي طالبت بها هيئة الأمم المتحدة في تحقيق أهداف الألفية وكذلك في موضوع التعليم فإذن نحن مركزين على هذا الموضوع مركزين على موضوع تأمين الفقراء وغير القادرين حاليا لرواتبهم أو دخولهم أقل من 350 دينار يعالجوا مجانا بالإضافة إلى الأطفال تحت الست سنين وكبار السن هذا الكلام غير كافي في ظل خط الفقر الوطني المطلق الذي عرفه البنك الدولي بأنه ثمن دولارات لكل فرد في اليوم الواحد إذن نحن مع ضرب هذا الرقم في أسرة من ستة أفراد إذا حكينا أن الأسرة من ستة أفراد دخلها أقل من 900 دينار هذه الأسرة فقيرة بمعايير خط الفقر الوطني طبعا ما فينا نرفع التأمين الصحي المجاني إلى 900 ليرة ولكن إحنا في حزب العمال سنطالب إن شاء الله تحت القبة برفعه إلى 500 دينار بالحد الأدنى يعني أي أسرة دخلها أقل من 500 دينار يجب أن تحصل على تأمين صحي مجاني الآن نرجع لسؤالك المتعلق بتشخيص المشكلة في قطاع الخدمات الصحية بثلاثين ثانية حل طيب ضعف رواتب الكوادر الصحية نحن نطالب برفع الأجور للكوادر الصحية وكذلك للكوادر التعليمية لا يعقل أن الطبيب الاستشاري بعد تلاتين سنة خدمة في قطاع الصحة يحصل على 1600 دينار ولا يعقل أن الطبيب المقيم يعين ب511 دينار هذا كلام يعني هذه نقطة تمام أيضا قلة عدد الأسرة بالنسبة لعدد السكان إذن نحن بحاجة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص لاستثمار الإمكانات الموجودة في القطاع الخاص من أجل توفير تأمين صحي وتوفير خدمات صحية أعطيك دقيقة إذا أردتي يريد أعطي للدكتور خالد بالمقابل هذه الدقيقة إذا وافقت دكتور خالد لا أبدا لكن دقيقة عدم توفر أجهزة أشعة كافية في المستشفيات موعيد العمليات تتأخر كثيرا طبيب الصحة يرى 150 مواطن في اليوم في 8 ساعات دكتور أنا أريد أنصحك هاي بتشخصي يعطيني الحل الناس عارف هذه المشاكل رفع الموازنة سيدي رفع الموازنة الآن موازنة قطاع الصحة لدينا 826 مليون للقطاع المدني وفوقها في 388 مليون تقريبا القطاع العسكري كلهم مع بعضهم مليار 181 مليون للقطاعين المدني والعسكري هذا أقل بكثير مما كان عليه الإنفاق قبل في عام 2018 بحسب تصريحات وزير الصحة الذي قال أن الإنفاق في قطاع الصحة يصل إلى 2.2 مليار بنسبة 8% من الجي دي بي الناتج المحلي إذن نحن في حالة تراجع نحن بحاجة إلى رفع موازنة الصحة زيادة الإنفاق في قطاع الصحة وتحسين أولويات الإنفاق نعم لأن هناك هدرا في طريقة الأدوية برنامج حكيم والأتمة لم تحقق الغيات المطلوبة شكرا وما زال هناك سوء إدارة في الموارد في قطاع الصحة شكرا سأعطي الدكتور خالد دقيقة إدارة أن تكمل حول القطاع الطبي أو إدارة أن أطرح لك سؤال آخر أبدا لك مطلق الحرية أن تسأل ما شئت أو حتى إذا بدك نكمل معنا أرجوك أكمل بدقيقة أنا وجهة نظري أن القضية ليست متعلقة فقط في مجمل الإنفاق المعلن في نقطة الحقيقة يمكن وأنا بدي أذكر زميلتنا رولة فيها وهي الإعفاءات الطبية اليوم نحن نحكي عن موازنة مليار ومئة وخمسين مليون التجميعية ما بين الخدمات الطبية وما بين وزارة الصحة لكن أيضا مقابلة في حوالي 250 إلى 300 مليون دينار تذهب إلى الإعفاءات الطبية وهذا يعني أن إدارة هذا القطاع هي التي يجب أن يتم تحسينها مش قضية الإنفاق فقط مزبوط إحنا مطلوب أنه إذا وصلنا إلى مرحلة من المراحل أن هناك حاجة وهناك ضبط للنفقات وهناك توجيه للنفقات لكن الأهم من هذا وذاك هو أنه كيف أنت تتدرج من الطب الوقائي الأولي ومن ثم إلى المراكز الصحية الأولية تذهب إلى المراكز الصحية الشاملة اليوم نحن صحيح نحن نحكي أنه يكون في إنفاق يمكن أن يكون 1 150 مليون لكن لدينا مشكلة لا زالت لليوم كثير من المراكز الصحية غير مؤهلة لتقديم الخدمة للسكان شكرا دكتور ما رأيك موضوع الإعفاءات الطبية وسأعطيك دقيقة وذات الدقيقة بسرعة أنت قلت لي بدنا نزيد موازنة القطاع الصحي من حكومة أنا ما إلي بالحكومة تشكي الطفر كيف ممكن نزيد هذه الموازنة لا موضوع الطفر ومن وين راح نجيب الإمكانيات هذا خليلي شوي على جنب خليني بس أعلق على موضوع الإعفاءات سيد العزيز إحنا من 2015 لليوم في خلال عشر سنوات في بعض السنوات وصلت قيمة الإعفاءات نعم كما يقول إلى 250 بل في إحدى السنوات إلى 350 اليوم في عام 2024 موازنة الإعفاءات الطبية 107 مليون يعني لو ضربنا هذا الرقم هيك أخذنا متوسط 150 مليون ضرب عشر سنين هي بنحكي عن مليار وخمسمائة مليون تعرف كم كلفة تأمين الشعب الأردني قاطبة كانت في دراسة عملها الدكتور عبدالله نصور كلب فيها وزير الصحة أنا ذاك الدكتور إحياصات بعد ضغطنا عليه في المجلس يمكن خالد بتذكر وقال لنا أنه عمل دراستين واحد كلب فيها وزير العمل واحد كلب فيها وزير الصحة قال في ذلك الوقت أنه الكلفة هي 110 مليون دينار لتأمين النسبة اللي كانت أنا ذاك 28% الآن النسبة ارتفع فمعنى هذا الكلام أنه قيمة الإعفاءات الطبية كما تفضل يمكن استثمارها لتأمين الشعب الأردني قاطبة يكون معه في جيبته بطاقة التأمين الصحي شكرا ولا يحتاج لا لواصطة من نائب ولا من وزير ولا من عين ولا من سلطية تحب ترد بدقيقة أيضا على ما تتضل فيه دكتورة لا هو بس بدنا نفرق ما بين المخصص بالموازنة وما بين ما ينفق فعليا على الإعفاءات نعم حسابات الختالية المخصص قد يكون 107 مليون بالعكس في سنة من السنة وقت 80 مليون بس هو المشكلة أنه مين بعرف قد يش قيمة هذا الإعفاء اللي بيحصل عليه المواطن وهو بالمناسبة حق مكتسب له يعني مش منية من الحكومة لسبب وسبب أنه بروح للإعفاءات هو تردي وتراجع الخدمات الصحية في مستشفيات سواء وزارة الصحة أو غيرها ما هي لو كانت هذه الخدمات والاختصاصات متوفرة لكننا قدرنا نتجاوز هذا الرقم ولذلك ببرنامجنا نقول أن التدريب والتأهيل والابتعاث يجب أن يستمر إذا جينا نراجع اليوم آخر 10 سنوات من عمر وزارة الصحة تجد أن الابتعاث إلى حد ما قلت نسبته عشان هيك نذهب إلى أولا توفير البيئة الصحية المناسبة من خلال المراكز الصحية والمستشفات ومن ثم تطوير مهارات العاملين في القطاع الصحي من خلال ابتعاث الأطباء إلى أطباء اختصاص وتطوير مهارات العاملين في القطاع التمريضي والقطاع الطبي المساند حتى يكونوا في عندهم اختصاصات معينة لكي نستطيع في مناطق الأطراف نغطي هذه الاختصاصات بحيث لا نحتاج إلى تحويل المريض إلى مراكز صحية متطورة شكرا سأتب إلى ملف آخر وأدرك أن القطاع الصحية يحتاج إلى حلقات لكن حسب أولويات الأردنية بالمراكز الدراسات سنخذ بشكل مستعجل ملف الاستثمار والسؤال لكي دكتورة أولوية وطنية قانون استثمار جديد بيئة استثمارية جديدة تم تطبيقه منذ عام لكن لا تزال هناك عندنا تحديات أمام جذب الاستثمار مثل ارتفاع كلف الطاقة مثل بيروقراطية والكثير ولا نعلم إذا كانت الأردن بلد جذب الاستثمار أم طارد للاستثمار في برنامجكم يا دكتورة ما هي الحلول التي قدمتمها لجذب الاستثمار في الأردن بدقيقتين أيضا تمام ممتاز إحنا قدمنا نموذج اقتصادي مختلف تماما عن النماذج التي شغلت فيها الحكومات الأردنية طيلت 30 سنة من الزمن منذ عام 97 تقريبا تفضل نموذجنا يقوم على خفض الضرائب ضريبة المبيعات وخفض الرسوم الجمركية وتحويل الأردن كله إلى منطقة اقتصادية حرة البعض قد يقول إن هذا حلم وإن هذا وهم عسير على التطبيق ولكن في الواقع هذه رؤية ملكية بتحويل الأردن إلى سنغفورة عبر عنها جلالة الملك أكثر من مرة في خطابات العرش وفي بداية توليه سلطاته الدستورية وطبقتها الحكومات في منطقة صغيرة محدودة هي العقبة ولم تتوسع في تطبيق النموذج اليوم إحنا بنحكي مشكلتنا الرئيسية في جذب الاستثمارات أولا ارتفاع الضرائب ارتفاع الرسوم ارتفاع كلف الطاقة ارتفاع كلف المياه ارتفاع العمالة ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بالإضافة إلى تعدد القوانين التي تتذبذب باستمرار كل كم من سنة في عنا قانون جديد وهذا الحكي لا يجوز في بعض الدول تستقر القوانين لمدة 15 سنة حتى يستطيع المستثمر أن يفهم البيئة التشريعية التي يشتغل فيها بالإضافة إلى الرشاوة والواسطة والمحسوبية والفساد الإداري إذن هذه المعيقات كلها عبارة عن طاردات للاستثمار كيف نتغلب عليها بالتحول إلى منطقة حرة بالتحول إلى الأتمة ليش بدنا أتمة عندما نمنع العلاقة ما بين مزود الخدمة ومتلقي الخدمة وتصبح العلاقة فقط عبر شاشة الكمبيوتر وعبر الإنترنت لن يطلب منه رشوة كي ينجز المعاملة المطلوبة ولن يقول له تعال بكرة وتعال بعد بكرة وتعال بعد عشرين يوم وتعال بعد ثلاثين يوم ويظل يطارد المستثمر ست شهور والمعاملة ما عم تمشي لأنه في الأتمة سيكون هناك نوع من الرقابة الذي يفرض على العمليات بحيث أنه أي عملية يتم التعبير عنها من خلال الكمبيوتر تنجز خلال ثمانية وأربعين ساعة شكرا شكرا ذات الملف ملف الاستثمار دكتور شف في تحديات أمام الاستثمار لازم نعترف فيها أولها صعوبة الأعمال اثنين كلها في التمويل المرتفعة ثلاثة تراجع المهارات أو مهارات العاملين لصناعات معينة ثالثها أن ارتفاع المدينية وكلها في المدينية يشكل عبء كبير الحقيقة ويعني يشكل واحد من المعيقات للاستثمار كيف تتحلل الاستثمار وتعمل خارطة استثمارية مهمتها الربط ما بين الحكومة المركزية والبلديات من حيث مشاريع الشراكة ومن حيث تحديد الميزة التنافسية لكل محافظة ما في اقتصاد بنبنى فقط على المشاريع الكبيرة اللي احنا مركزين عليها الاستثمار يجب أن يكون استثمار وطني ومن ثم ينطلق إلى الاستثمار الأجنبي مشان تعزز من الاستثمار الأجنبي وتوسع من قاعدته عندك ثلاث روافع لازم تتعامل معهم الأولى هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة واللي بتشكل قاعدة انتاجية كبيرة بتساهم في الناتج المحلي الإجمالي من ثم مشاريع الشراكة ما بين القطاع العام والخاص لمشاريع النقل ومشاريع الطاقة ومشاريع المياه وغيرها والنقطة الثالثة أنك تتبنى نهج صناعات التحويلية لتحويل كل الموارد اللي عندك سواء التعدين أو المنتجات الزراعية أو غيرها من صناعات أولية إلى صناعات ذات قيمة مضافة لأقتصادك الوطني مشان تقدر تكبر حجم اقتصادك إذا كبرت حجم اقتصادك زاد النمو الاقتصادي عالجت كل المواشيرات الاقتصادية ولذلك نحن ننظر أولا إلى دعم هذه المواشيرات تخفيض كلفة التمويل تطوير مهارات العاملين في القطاع الاستثماري ووضع خارطة استثمارية تربط ما بين الحكومة المركزية والبلديات من حيث التخطيط والتنفيذ يكون لا مركزي عبر المحافظات عبر وحدة اسم وحدة الشراكة والتي هي مختصة ستكون في كل محافظة من محافظات المملكة مهمة هذه الوحدة هي تحديد الميزة الاستثمارية لكل محافظة ليصار إلى توجيه عوائد المحروقات التي قيمتها بحدود 450 إلى 500 مليون دينار بالموازنة نحو المشاريع التنموية في المحافظات والألوية شكرا ممكن علق هذا عملنا من 2016 وهم يؤدي إلى النتائج المطلوبة دكتورة سأعطيك المجال لكن هل ترى يا دكتور هناك من قال سأعطيك المجال وإذا بتحبي أنت تعلق على تفضل فيه الدكتور سأعطيها المجال أعطوني دقيقة للرد من الدكتورة على الدكتور ما قال به صحيح وجميل وجيد وتم تطبيقه تم تطبيقه بدءا من عام 2016 عملنا مخطط شمولي عملنا وحدة شراكة بالقطاع العام والخاص عملنا هيئة استثمار وعملنا لا وزير وحطنا في المجلس العالي للاستثمار كل هذا الحكي عمل ودرسنا الميزات التنفسية لكل منطقة ولكل بلدية هذا الكلام طبقناه ولم يأتي بنتيجة هل تعلم لماذا لم يأتي بنتيجة لأن الضرائب ما زالت عالية ولأن الرسوم ما زالت عالية وبدلات الخدمة ما زالت عالية ولأن العمالة كما تفضل في بعض القطاعات ما زالت تفتقر إلى التدريب والتأهيل هذا حقيقي ولأن أسعار الكهرباء أصبحت لا تطاق والوقود أصبحت لا تطاق فإذا يعني مواصلة التفكير داخل الصندوق داخل نفس النموذج الذي جربناه منذ عشر سنوات بل ومنذ عشرين سنة ومنذ ثلاثين سنة لن يؤدي إلى نتيجة الحل يجب أن يكون بالخروج من هذا الصندوق يجب أن يكون بتحطيم البرادايم الاقتصادي النمط الاقتصادي الذي عملنا به تحطيمه وبناء نموذج اقتصادي جديد يعتمد على تخفيض الضرائب وليس رفع الضرائب شكرا دكتور لك الحق بالرد مستهلك هذه الحلول أعتقد أن الدكتورة تحكي في مربع مختلف تماما عن اللي أحكي فيه أنا واضح أن الصورة ليس واصلة أولا أنا لا أتحدث عن وحدة الشراكة المرمية في مجلس الوزراء وما أحد أعرف أين تروح مرة أخذها على المالية ومرة أغيرها واضح دكتورة مركزة على هذا الجانب مش قادرة يبدو أنه تأخذ أنه الهدف هو وحدة الشراكة والتنمية الموجودة في كل محافظة اللي هي حلقة توصل ما بين البلديات وبين وزارة الإدارة المحلية هذه شغلة مختلف تماما وهي مستحدثة ولم يتطرق لها أحد من قبل واحد اثنين إذا بنتحدث عن مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص فهي شعارات أطلقت في السابق ولكن أعطيني وين هي المشاريع اللي على الأرض طبقت كمشاريع كبرى الميجا بروجيكت وينها إحنا الناقل الوطني صار لنا أربع سنين بنحكي عنه بعدنا لليوم مش قادرين ننفذ شيئا منه مشاريع الطاقة وينها كل مشاريع الطاقة اللي نفذناها هي عبارة عن مشاريع مجتزئة الأهم من هذا وذاك أعطيني مشاريع النقل أنا شو بدي بالشراكة بين القطاع العام والخاص بدي مشاريع بالنقل العام أعطيني مشروع للنقل واحد بس طبق في محافظة فإذا كانت هذه المعايير إذا بدنا نحكي عنها أنا مستهلك هذا كلام عاري عن الصحة وبعيد كل البعد عن الواقع شكرا لا لا إذا سمحت رح أعطيك رح أعطيك رح أعطيك مجال دكتور لك السؤال نعم فضل الدكتورة تكتف في برنامجها وقالته رؤيتنا تحويل الأردن إلى منطقة حرة تنقلنا من الفقر إلى الثراء توفر فرص عمل للجميع ترتقي بخدمات الصحة والتعليم والنقل هناك من يقول بأنه شعار فضفاض الدكتورة حالمة بهذا الشعار تؤيد من يقول ولا كدقيقة لا هو من حقها أن تكون حالم ومن حق كل أردني أن يكون حالم هو طبعا أنا لا أؤيد لأن الأردن ليس سنجابور يعني بدنا نظل نعترف الأردن بحاجة إلى بلورة مشروع اقتصادي وطني الأردن لا يمكن يقدر ينقل أي تجربة إحنا لحنا دبي ولحنا سنجابور ولحنا أوروبا ولا أبدا إحنا بدنا نموذج أردني نموذج استثماري أردني أولا مسألة أنك تفتح كل المنطقة منطقة اقتصادية خاصة أنا أعتقد أنه جربناها في أغلب المناطق وفشلنا فيها حتى مناطقيا ناشا اليوم الأردن بحاجة فقط إلى أنك تروح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحول هالكتل البشرية المتوفرة في كل مناطق المملكة إلى كتل منتجة كيف بدأت تكون كتل منتجة؟ أنا اليوم بدي أعطيك مثل بالألفين وثلاثة عشر أجت عنا شركة بدون ذكر اسمها ما أبدأ أذكر لك اسمها موجودة في شمال الأردن هذه مهمتها بس بتشتري هالمنتجات ببساطة هالتي بتأخذها من الأردنيات اللي بيزرع حواكيرهم وبيزرع في بيوتهم بتأخذها بتغلفها وبتصير سلع قابلة للتخزين وقابلة للتصدير اليوم هذه الشركة بتصدر لـ 156 دولة مشروع بسيط جدا ولذلك نحن بحاجة اليوم إلى محاكاة برنامج اقتصادي وطني بحاكاة أولوياتنا وواقعنا شكرا دكتورة لك الدقيقة تفضلي سيدي تفضلي سنغافورة كانت تحت الاحتلال البريطاني وتخلصت من الاحتلال سنة 1965 ثم دخلت في الاتحاد الماليزي وتخلصت منه سنة 1967 من سنة 1967 لسنة 2000 قفز متوسط دخل الفرد في سنغافورة من 500 دولار إلى 55 ألف إلى 70 ألف دولار بقولك جربنا وما زبطت بالهدو لا شو اللي جربنا احنا ما جربنا يا سيدي والله ما جربنا احنا جربناها في منطقة صغيرة هي العقبة وبعدين من حكي لك أن تجربة العقبة فاشلة العقبة متوسط الدخل فيها بحسب الإحصائيات الحكومية 1500 دينار في حين متوسط الدخل في المملكة بشكل عام هو 450 دينار فمن قال أن التجربة فاشلة الأهم من ذلك في النموذج سيدي النموذج الذي قامت عليه سنغافورة يصلح لأن ينفذ في أي مكان سنغافورة فيها عوامل مشاركة كثيرة معنا بل نحن أحسن حالا من سنغافورة سنغافورة ما عندها موارد اقتصادية إحنا عنا سنغافورة بلد صغير مجمل سكانها ما بتجاوز الستة مليون إحنا وصلنا إلى 11 مليون ويزيد سنغافورة مساحتها الجغرافية قليلة وصغيرة إحنا مساحتنا أضعافها سنغافورة يا سيد قامت على ثلاث أركان بس خليني أشرح جدارة براغماتية أمانة في معيار البراغماتية أرجوك يا دكتورة أنا أدرك ذلك دكتورة تعلم من النماذج العالمية تتعلم منها وتستقيم منها وتطبقها ولا تعيد اختراع العجلة سأعطيك مجال أيضا لدقيقة وللدكتور أيضا لدقيقة واعذرون أنا أعتدر لكن لازم أمشي على هذا الوقت للبرنامج حتى يكون لك على أكل تقدير يعني عدالة وقتية زمنية على أكل تقدير سأذهب إلى موضوع ثالث وهو مهم جدا 21.4% نسبة البطالة في الأردن في الربع الأول من العام الحالي الحكومة أعلنت أنه فرص عمل مستحدثة لعام 2023 تظهر بأن الاقتصاد الأردن يستحدث 95 ألف فرصة عمل مقارنة ب89 في عام 2022 اليوم أكيد بتمروا على المحافظات والقرى وتشوفوا الشباب ودائما بيكون همهم البطالة أنا بدي أشتغل بعدين بقرر إذا بدي أن تخب أو ما بدي أن تخب بدقيقتين للدكتور ماذا سنفعل في موضوع البطالة اعطيني حل مئات الألاف اللي تخرجوا هذول حكينا الحل الحقيقي والوحيد هو بتحويلنا إلى منطقة حرة يا سيد العزيز استثمارات الأردنيين التي غادرت المملكة تقدر من قبل بعض مراكز الدراسات أردنيين أردنيين تقدر ب42 مليار في دول العالم المختلفة مش بس الأردنيين الاستثمارات الأجنبية انقفضت معدل تدفق الاستثمار الأجنبية انقفض من 1500 مليون إلى 500 مليون طيب إذن أنا كيف بدي أخلق فرص عمل بدون ما أشجع الاستثمار سواء الاستثمارات المحلية سواء كانت صغيرة ومتوسطة أم كبيرة كيف بدي أخلق فرص عمل بدون تشجيع الاستثمار تعرضنا إلى أن الاستثمار يتعرض إلى مجموعة من الإعاقات التي تحول بينك وبين تشجيع الاستثمار فكيف بدي أولد فرص عمل المسألة الأخرى طرحنا مرارا تمليك أراضي الدولة الفارغة للشباب الراغبين في عمل مشاريع انتاجية سواء زراعية صناعية خدمية سياحية إلى آخرين يتملكوا هذه الأراضي بعد أن تمنح لهم في البداية بإجارات رمزية يبنوا عليها المشروع تقدم لهم قروض بفوائد بسيطة جدا وميسرة جدا يتابعوا في مشروعهم فإن نجحوا في المشروع في تشغيل أنفسهم وتشغيل الآخرين يتملكوا هذه الأرض بعد خمس سنوات هذا حافز كبير للشباب بدلا من أن يصطفوا على ديوان الخدمة المدنية ويصل أعدادهم إلى 450 ألف أو 500 ألف مواطن وينتظرون على الدور 15 سنة و16 سنة الأهم من ذلك تهرف أنه إحنا عندنا سفرات في معظم دول العالم المتقدمة أنا عديت عدد هذه الدول المتقدمة التي لديها اقتصادات هائلة وكبيرة نحكي عن حوالي 32 دولة تهرف فكرة صغيرة جدا لو قام وزيره الخارجية بطلب من جميع السفراء في دول العالم المتقدمة هذه ال32 دولة وقال لهم أنا بدي منكم سنويا اتوقعوني مذكرات تفاهم مع الشركات في القطاع الخاص الشركات الكبيرة لتشغيل عمالة أردنية بمعدل ألف كل سنة شو بنصير فينا؟ بتوفر 32 ألف فرصة عمل شكرا ذات السؤال للدكتور تفضل يا دكتور ومعك دقيقتين أيضا شوف المطلع اليوم على وضعنا بس إذا بيشوف نشرة البنك المركزي بيعرف وين الخلل اليوم في قاعدة اقتصادية بتقول كل ما الإنسان ذهب إلى الادخار وابتعد عن الاستثمار يعني كل ما مؤشر الاستثمار تراجع ومؤشر الادخار ارتفع كل ما إحنا ذهبنا إلى إدارة اقتصادية ضعيفة غير حصيفة اليوم إذا بتطلع عنا بالأردن المدخرات قاعدة بتزيد الوداع قاعدة بتزيد لكن الاستثمار قاعد بتراجع ليش؟ لأنه فيه أسباب كثيرة تحدثنا عنها وبالمناسبة اللي بتحكي فيه السترولة هو جزء من برنامجنا ومشترك بأنه بالعكس نحن ندفع بهذا التجاه اللي هو إحنا سمينا المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنه بيجوا المواطنين بأخذوا أراضي سواء للدولة أو غير للدولة أنك تدعم وبتمويل المدعوم بحيث يقدر يعمل عمل الانتاجي هون بتصير القواعد الانتاجية تكبر وبتصير تشغل للناس نعم اليوم إذا قدرت فرصك الاستثمارية الحكومية المتوفرة عندك إذا عملت اشتراك ما بينها وتوفيق ما بينها وبين الوداع اللي موجودة بالابنوك أنت بتحرك الاستثمار بتحرك رأس المال وبخلق فرص عمل إحنا اليوم في برنامجنا في شيء يسميه أو رح نسميحنا لتأسيس صندوق استثمار حكومي على غرار صندوق الاستثمار الضمان الاجتماعي هذا مهمته يمتلك كل الشركات الحكومية وكل الأسهم الحكومية وباستقطب رأس مال القطاع الخاص من جهة ويعطي حصص اكتتاب للمواطنين بحيث يكون فيه رأس مال وفيه فرص استثمارية بتشبك بينهم تعمل نمو اقتصادي بتعالج مشكلة البطالة لا علاج لمشكلة البطالة إلا بزيادة النمو الاقتصادي واحد اثنين أن توجه الاقتراض اللي بتقترضه أنت إلى الانتاج مش إلى الانفاق الجاري نعم ولذلك إذا بدك تطلع على حل مشكلة البطالة اليوم الحل السحري له هو الرفع نسبة النمو الاقتصادي السنوي شكرا دكتور بدي أعلق على هذا الكلام الادخار مقابل الاستثمار هذه فكرة في غاية الأهمية بعد الفاصل سأعطي المجال لأن هذه الأسئلة الأسئلة سأطرحها على ضيفي بعد الفاصل تفضلوا جميعا بالبقاء معنا فاصل أهلا بكم من جديد سأعطي دقيقة للدكتورة ودقيقة للدكتور أيضا تعليق صغير على موضوع الادخار مقابل الاستثمار لماذا يقبل الناس على الادخار وليس على الاستثمار في مجموعة عوامل إذا علجناها سنحل الإشكالية بداية الناس لا تشعر بالأمان بسبب الظروف السياسية المحيطة بنا في الإقليم الناس تخشى على أموالها ولا تعرف ما هو المستقبل وماذا يحمل لها المستقبل ولذلك تفضل أن تخبئ هذه الأموال ولا تستثمرها هذا من جانب من جانب آخر الاستثمار لماذا يفضل الأشخاص أن يضعوا أموالهم وديعة بدلا من استثمارها مع أن الاستثمار سيعود عليهم بعائد أكبر بكثير من الفوائد البنكية سيدي أولا لدينا فوائد عالية جدا على الاقتراض وهذه الفوائد أصبحت اليوم بأثر رجعي بناء على قرارات البنك المركزي الذي واصل رفع أسعار الفائد على الاقتراض منذ عام 2019 وصولا إلى اليوم لحاقا بالفدرال الأمريكي بالرغم من تباين الظروف كليا ما بين الظرف في الولايات المتحدة الأمريكية والظرف في الأردو لقطة ثانية بسرعة أيضا القروض التي تمنحها البنوك للاستثمارات هي فقط 35% من مجموع القروض في المملكة الباقي كله يذهب إلى قروض ذات طابع استهلاكي شكرا استنى بس أكمل لك شكرا استنى أكمل لك دقيقة للدكتور مرغم هذه القروض يحصل عليها القطاع الخاص الكبير وليس الأعمال الصغيرة والمتوسطة شكرا الأعمال الصغيرة بتاخد الثورة والكبار يأخذون ثلثين دكتورة شكرا يا دكتورة أنت يقول أعطيني سبب الأهم الحكومة بتقترض من البنوك المحلية 55% من مجيونيتنا جاية من البنوك وبالتالي شفطت السيولة من السوق البنوك ما عدت رغم تقرض حدا وبالتالي ما في استثمارات والناس راحت على الوجهة دكتور خالد لأن الحكومة ما خلتهم مصاري ماشي دكتور مصرة غير هنا بدأت أخذ الوقت بدأت قودني للاختلاف فضل طيب مش مشكلة الادخار مرتبط بالفائدة على الودائع مش على القرون ماشي ماشي دكتورة إذا سمحت كمل 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 لا لا دكتورة 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 يا دكتورة بعد أمرك سأعطيك دقيقة دكتورة 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 تفضل دكتورة دكتورة بعد أمرك لا أحب تفضل أختزل ولا أحب هذا على كل أعطيني دقيقة للدكتور كلف الادخار هي مرتبطة بالفوائد على الوداع. أنا ليش بروح للبنك للإدخار بحط وديعتي. ما بروح فيها للاستثمار. لأن الاستثمار يعاني ما يعانيه. ونسبة الربح اليوم متدنية جدا في ظل ارتفاع كلف الانتاج. في ظل تعقيد إجراءات الأعمال. وفي ظل الحالة اللي بعيشها رأس المال. إنه بقول لك أنا بحط مصرياتي بالبنك. باخذ عليها 6-6.5%. طب أكبر مشروع اليوم بربح 6%. ليه أغلب حالي؟ لو القضية مرتبطة بحال اليقين كان أنا خبيت مصرياتي عندي. مش وديتهم على البنك. بسبب. لأنه إذا صار لا سمح الله أي خلل أمني. البنوك أصلا هي ما رح تعطيك فلوسك. ولذلك يعني القضية ليست مرتبطة بحالة عدم اليقين بقدر ما هي مرتبطة. رأس المال بحسب الربح والخسارة. بقول لك أنا باخذ 6-6.5% وأنا مرتاح. وحط يجر عجل. ليه أغلب حالي وروح على الاستثمار؟ اليوم حتى تقدر تحرك هذا الأمر. بدك تروح للنوافذ التمويلية. النوافذ التمويلية يعني البنك المركزي اليوم بده يعطي مليار مليارين بده يعطيهم بفوائد مدعومة للقطاعات الانتاجية. اثنين بده. تعطوه كمل. كمل لا. حقك. حقك. اثنين أنا بدي أروح إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. بعدني إلى اليوم بقول. الاقتصاد لا يبنى إلا على قاعدتين رئيسيتين. القاعدة الأولى الانتاجية هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق والأطراف. ومن ثم المشاريع الكبيرة. أنا اليوم إذا كان أي قطاع خاص بدأ يجي استثمر بثلاث أو أربع مليارات بمشروع كبير. بنقعد أربع وخمس سنوات وحنا بالدراسات. شكرا دكتور. شكرا. لذلك إذا لم نطلح هذه المشاريع. شكرا. 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 دكتور خالد البكر. معلش. معلش. بدقيقتين أرجوك يا دكتور. دكتور خالد. تحدثتم في برنامجكم في محور الشباب. أذهبوا هذا ما كتبتموه في برامجكم. أنه من أجل تحفيز الابتكار والإبداع وتوفيط فرص عمل جديدة. من الضروري تأسيس صندوق خاص بدعم المشاريع الريادية للمرأة والشباب. على أن تعفى هذه المشاريع من الرسوم والضرائب. وأن تكون القروض المقدمة لها من دون فوائد. بما يسوم في تطوير المجتمعات المحلية وتحقيق النمو الاقتصادي الوطني. طب شو بتفرق عن صندوق التنمية والتشغيل يا دكتور؟ وكيف علشتم هذا الموضوع فيما يخص الشباب بدقيقتين أيضا. تفضل. فرق كبير. تفضل. حقك. هذا الصندوق أولا هذا يدعم فقط فئتين المرأة والشباب. واحد. اثنين هذا الصندوق يوفر التمويل على شكلين. شكل منح وشكل soft loans اللي هي القروض الميسرة. يعني بواحدة أو اثنين بالمية. من خلال نوافذ التمويلية من البنك المركزي. تنمية وتشغيل بأخذ بستة وسبعة بالمية وثمانية بالمية. وبعطي لأغلب المشاريع وسقف رأسمال التمويل هو محدود. هون نحن نحكي على المشروع الريادي. حسب قديش رأسماله. بندرس وبنمنح من هذا الصندوق الخاص. ولذلك في فرق كبير بين أنك تتعامل كل الشرائح. وبين أنك تروح لكو تلتين وازنتين. هم المرأة والشباب اللي يعتبروا معطلات عن العملية الانتاجية في الأردن. إحنا بهمنا أن نحركهم هذول. الأهم من هذا وذاك. أنه لما بده يجي يرخص. اليوم تطلب منه بالأمانة أو بالبلديات. بده يستأجر مكتب. وبده يدفع أجراء وخدمات وغيرها. إحنا هدفنا اليوم أنه هذا نعطيه الترخيص مجاني. وبيقدر يشتغل حتى من البيت إذا بده يشتغل. والدراسة الجدوى الاقتصادية بقدر يقدر يقدمها. إحنا بنتساعد إحنا وياه فيها. والتمويل إحنا وياه بنتساعد في إدارة هذا التمويل من خلال الأذرع. الاستثمارية اللي مهمتها هي تدرس الجدوى الاقتصادية وتدرس مدى الفائدة من هذا المشروع حتى تقدر تساعد المرأة والشباب في هذا. قروض أم منح دكتور؟ نوعين. نوع قروض باعتمد على المشروع نفسه. كيف يشغل. كيف فرصة نجاحه. إما بروح قرض بفوائد بسيطة. وبنحكي عن فوائد بحدها الأقصى 2% أو بروح على شكل منح. شكرا دكتور. دكتور أولا. في برنامجكم إذا بدك تعالك تعالقي من دقيقة تانيك. طيب. بطل ذكر على موضوع القروض. إذا باقي في بعض البرنامج أرجوكي. في برنامجكم تحدثتم في النقطة الأخيرة. دكتور أولا. من محور الشباب عن تمليك الشباب أرضي الدولة. وتفضل في بيع الاستثمارها في مشاريع انتاجية خدمية سياحية. سؤال. اليوم هل هذه الفكرة قابلة للتطبيق؟ طيب. الشباب. ما حم يستثمرها يخذوا قطعة هذه الأرض؟ أم لا؟ لا. هل أترجع على اللي هو حكى. بس خليل بدقيقتين تفضلي دكتور أولا. دقيقتين كان دكتور فيه جزئية بسيطة جدا. أولا. الموضوع الصناديق قائم وموجود. وجربنا. هذه الصناديق سواء صندوق إقراض المرأة. سواء ريادة. إنجاز. مش عارفة إيش. لهم أسامي كثيرة. تكامل إلى آخرية. من كل هذه الأسماء. وجدكو. غيره. غيراتو. جربنا هذا الموضوع مع المشاريع الصغيرة متناهية الصغر. اليوم كل الدراسات العالمية تشير. إن استثنينا الهند و بنجلاديش. دوي الأعداد السكانية الكبيرة الهائلة. وإحنا لسنا الهند و بنجلاديش. نحن دولة ذات مستوى بنسميه. إحنا كنا أبر ميدل. للأسف نزلنا لميدل. مستوى الدخول المتوسطة. صرنا الآن لور ميدل. الدخول بدل ما أبر ميدل. عموما. حلول التركيز على المايكرو فاينانسينج. ليست صح. مش صحيحة. لأنها تبقي المرأة والشباب في دائرة الفقر. الخمسمية ليرة والألف ليرة والخمس تلاف ليرة. الحل هو بالتوجه نحو دعم المشاريع المتوسطة والكبيرة. ده معك خمسين ثاني يعطيني قطع الأراضي. قطع الأراضي. كيف 40 ثاني معنا. قطع الأراضي حكينا. بيجي الشاب يقدم مشروع. عندك تصور لمشروع. بنساعده. إحنا من خلال هذه الصناديق الكثيرة الموجودة والمعبي البلد. ما تقولت ما بناشي إياها. لا. ركز معي. ركز معي. أنا ما بدي ألغي الصناديق. أنا بدي أكبر طموح الصناديق. أنا بدي أنقلها من خانة. من خانة المايكرو. ماشي. فاينانسينج. يعني التمويل الصغير ومتناهي الصغر. نعم. إلى خانة التمويل المتوسط والكبير. قابل للتطبيق تريها دكتورك. قابل للتطبيق. وعندنا البنك الدولي مستعد يساعدنا. وعندنا صدوق النقد الدولي ممكن يساعدنا. وعندنا الـ USA ممكن يساعدنا. وعندنا عشرات الجهات المستعدة لمساعدتنا لنقل الأرجميين من خانة الدائرة التي يدولون فيها فقر. 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 مدينية. 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 لن يخرجوا منها بهذا النوع من التمويل. كويس. عندي أسئلة سريعة بدون وقت. لكن أرجو أن تكوني الإجابات سريعة. أنا بترجعكم. سؤال الأول. الحد الأدنى لأجور 260 دينار. دكتور. هذا يطلب إلى رفعه. في برنامجكم. إذا كان هناك رقم للحد الأدنى للأجور. ما هي الآلية والكيفية لرفعه ومن وين؟ شوف. لدينا مشكلة بالأردن في غياب أو في ظل الغياب قاعدة بيانات صعب جداً تعطي أرقام دقيقة 100%. مشكلتنا اليوم مش بس بالدخل. إحنا الدخل المتدني صحيح. ولكن المصيبة الأكبر بالتضخم التراكمي. اللي عبر عشر سنين إذا مش أكثر ظلت تتراكم كلفة الحياة والأعباء على المواطنين. بحيث صار اليوم 260 دينار. الحد الأدنى للأجور. إذا بدك تأخذهم بمعيار التضخم اليوم. فيه ما بكفه أكثر من 40 إلى 50 بالمئة من كلفة الحياة. يعني اليوم أنت نص حياتك تعتبر اقتراب. عايش. ماشي. ولذلك بدك تمشي بخطة متدرجة. مشان تكون عقلاني ومنطقي. لأنه بالنهاية بدك ترفع لحد الأدنى للأجور. بدك تمشي في خطة متدرجة. أول شيء لإعادة النظر في النظام الضريبي كله. ليش؟ لأن الضريبة مشكلتنا فيها مش عبئها عالي بقدر ما هي غير عادلة. يعني اليوم ضريبة المبيعات وارتفاعها وارتفاع الدخل منها بشكل لنا مشكلة. هذا واحد. اثنين. مستوى الأسعار بشكل عام. اللي ارتفع طبعا كل سنة. بقولك احنا عنا 2.5% و2% و3% صحيح. نعم. بس هي المشكلة كل سنة بصير في عندك تضخم لا يوازي رفع بالحد الأدنى للأجور. توصلت لمرحلة أنه هذا متراكم. صارت كلفة الحياة على المواطن. مشكلته مش دخله سيء. مشكلته أنه كلفة حياته عالية. ولذلك ثلث الدخل قاعد بروح اليوم إلى النقل. ثلث دخل للمواطن نوردن. بروح مصاريف نقل. ثلث بروح للسكن الأجرة وتكلفتها. بصفي له ثلث هو وأسرته. لما بنأخذ الـ 260 دينار أو 300 دينار يعني المواطن يعيش فقط بـ 30% من دخله. ولذلك وجد نظرنا أننا نتدرج أولا في عادة النظر بالنظام الضريبي للتخفيض من ضريبة المبيعات والذهاب إلى الرفع التدريجي في ضريبة الدخل. اثنين. الذهاب إلى الرفع المتدرج للحد الأدنى. كم أول شيء؟ أكثر من 300 دينار. كم؟ النقل الأولى يجب أن لا تكون بالتدرج. دائما وأبدا أنا أقول في تعديل الحال وبعدين بصير فيه رذم. يعني كم دكتور؟ أنا أعتقد اليوم الحد الأدنى اللي ممكن ينطلق منه المواطن 350 دينار. ممكن ينطلق منه. وبعدين متدرج كل سنة ممكن يزيده من 5 إلى 10% حتى تصل إلى حد الكفاف. لما تكون قاعدة البيانات بتقول لك قديش هو خط الفقر وقديش هو مستوى أو قديش هو الدخل اللي بيحقق لك الرفاة في حياتك؟ أخيرا اتفقت معاه في نقطة. أخيرا نعم أقل من 350. هل سا برجع بختلف؟ بس أقول نقطة؟ نعم. أصحاب المصانع شرحيني وافقوا؟ بعض. فضل جواب. بس عامر أنا ترى راح أسحب كل اللي حتشيته. باشي لا بس خليها اتفقت معك. لا ما إلانا اتفقت معك أسحب واستبدالي. فضل يا دكتورة. سيدي العزيز أنا متفقة معه. أنه أقل من 350 ما بصير نحكي برواتب. شو رواتب. إذا كان كلفة النقل بتلتهم منها 200 ليرة على الأقل. وكيف ده تحسب الأكل والشرب والمي والكهرباء والإيجار وا 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 وا. إلى أخير. وبالتالي بعد ذلك ترتبط بمعدلات التضخم وليس أيهما أقل كما هو الحال في قانون الضمان الاجتماعي. التضخم والنمو أيهما أقل. لا أيهما أعلى. معدلات التضخم والنمو أيهما أعلى. بمعنى بصير فيه زيادة أوتوماتيكية بدون حتى قرار من مجلس الوزراء. بيكون فيه لجنة بتشتغل على هذا الموضوع وباستمرار ترفع الرواتب لتتماشى مع مستويات التضخم ومستويات. هي الآن لجنة ثلاثية. بعرف اللجنة ثلاثية نعم. بس بعد هذه اللجنة ثلاثية لما يكون فيه آلية موجودة ومحطوطة بيصير القرار أوتوماتيكي. نحن نتميه قرار كاشف حسب الأعلى وليس حسب الأقل. والشيء نفسه يجب أن ينطبق على الرواتب التقاعدية. اليوم عندنا حوالي 15% من المتقاعدين سواء مدنيين ولا عسكريين يتقاضوا أقل من الحد الأدنى للأجور. هذه كارثة. لأن الإنسان بعد ما خدم 30 أو 35 سنة من عمره يتقاضى راتب. ما بكفيه العالج نفسه صحيا ولا كفيه يجيب له واحد يدير باله عليه في الدار ويخدمه. وهو في هذا العمر الكبير وغير قادر على العمل. إذن يجب أيضا تصحيح المعادلة المختلة في قوانين التقاعد كلها. سواء الضمان الاجتماعي أو التقاعد المدني أو التقاعد العسكري. الآن ستحكي لي منين المصاريين. يا عيني يا دكتورة. أشكرك تمام. اسمع يا سيدي من أين المصاري. مرة أخرى أول نقطة وأنا مصر عليها ومتمسكة بها لأنه هي مشروعنا في حزب العمان. نحن لن نفكر داخل الصندوق. نحن سنفكر خارج الصندوق. عندما نتحول إلى منطقة حرة بضرائب منخفضة ورسوم منخفضة ستتدفق علينا الاستثمارات الأردنية والعربية والأجنبية. حيث يكون فيه مصاري حتى ارتفع متوستوات الدخول ولن نكون حتى أصلا بحاجة إلى تحديد الحد الأدنى لأجهر في ذلك الوقت لأنه قانون السوق يفرض نفسه وسترتفع الدخول. استنى بس أكمل لك. المشكلة ظل عندي أربعة سنة. أريد أن أقيم سؤالين الآن وأخلي سؤالين. السؤالين دخليني لازم في كل حلقة. أخلي أكمل المصاري منين بس أكمل. لا لا هذا رقم واحد. اثنين. رقم اثنين. ضمن الموازنات التقليدية. لو افترضنا أننا لم نطبق نموذج المنطقة الحرة. هل أستطيع أن أحقق هذا الأمر؟ نعم أستطيع أن أحقق هذا الأمر. كيف؟ طبعا مش راح أقدر أحققه بالفول بوتانشل اللي أنا أحلم فيه. ماشي. ولكن نستطيع أن نحقق جزءا منه. كيف؟ واحد. إحنا عندنا هدر في الموازنات سيدي. بحسب تقارير ديواني الحاسبة. ماشي. إلى سبعمائة مليون دينار سنويا. سبعمائة مليون الهدر؟ نعم. عندما يضبط هذا الهدر ويخفض إلى النار. هاي واحد. اثنين. طيب. تمام. في سوء في توزيع أولويات الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي. يجب التعامل معه وإعادة توزيع الأولويات. ثلاثة. هناك مبالغ ترصد للإنفاق الرأسمالي. ولكنها لا تنفق مليا في الموازنات. دكتورة. بداية الحلقة. حاضر. في كمان. في كمان. في كمان. في كمان. في كمان. لكن أنا ما أرغب. بس يا دكتورة. أنا ما أرغب يا دكتورة أن يكون كل هذه البرامج واقعية وطبيقة واقعية. بس أكملت. ما عنده وقت. اسمعني للآخر. بدقيقة. بدقيقة للدكتور خالد. معلش يا دكتورة. اتفقنا قبل الحلقة صح. معلش. شركة مساهمة عامة. دكتور. طيب. سؤال. لماذا تريد. من الأردنيين أنهم ينتخبوا. حزبك. أو قائمتك. هذا سؤال مهم. ليش. تتركت لنقطة مداما. أعطيتني دقيقة. بس أنا أبدأ أقول لك. لأنه قلت أصحاب المصالح ما رح يقبلوا. لحد دلدنا لنجوره. هذا كلام ترى ممكن يتعالج. لأنه صاحب المصنع. بدك تعطيه كل في الطاقة محترمة. أعطيه ضرائب محترمة. أعطيه خدمات مياه وخدمات نقل محترمة. بقبل. بتخف الضريبة على الموازنة. أعطيني. بتخفش على الموازنة. على كل حال. لماذا تريد من الأردنيين. أنا أعتذى أني معطيتك الوقت الكافي. لكن هذا يعني شكل برنامج وأرجو أنك. لأنه أنا حزب واقعي. حزب يدرس واقع حالي الأردن وتحدياته. ويضع حلول من صميم الواقع الأردني. برنامجنا هو وطني. ويقدم حلول اقتصادية وطنية. قائم على فتح مساحة واسعة أمام البلديات. يعني عنوانه الرئيس هو أن البلديات هي حواضن التنمية. وبدون بلديات لا يمكن تقدر تحقق أي نوع من أنواع التنمية ولا نمو الاقتصادي. النقطة الثالثة. أخيرة؟ ليش الأخيرة؟ مصر علينا على أخيرة. ما ظل عندي وقت لأنه؟ طيب إذا مصر علي بالأخيرة. خلينا أروح لك بس لبرنامج التعليم ولا زرعة. لأنه اليوم بالتعليم. نقول أن الحكومة اليوم كثير متباطئة في مسألة تبني نهج التعليم المهني. والأصل أنه يدخل القطاع الخاص اليوم فعليا. ليس نظريا في مسألة الشراكة. ماشي. والزراعي. والزراعي بدك تدخل المكننة الزراعية لكي تقدر اليوم تخلق فرص عمل. شكرا. لدينا اليوم حاجة في القطاع الزراعي أكثر من مئة ألف فرص عمل. شكرا. لدينا المكننة الزراعية. وعملنا تسويق زراعي وصناعة تحويلية. رح نخلق فرص عمل. دكتورة. لماذا تريدني أردني أن ينتخبوك؟ كما أنه أريد أن أقولها لكي أمري لأله. لما قال حزب واقعي حسيت وبرد عليك أن أنت برنامجك ليس واقعي. والله أعلم. كل الأفكار العظيمة تبدأ بحلم وبرؤية. سيدي أنا أطلب من الشعب الأردني أن يصوت لنا لحزب العمال رقم القائمة 13 شعارنا الشمس. لأننا حزب يفكر خارج الصندوق. نحن ليس محشورين في الصندوق اللي حقونا فيه المسؤولين الحكوميين عبر 30 سنة من الزمن. وليس يجعلنا نطلع منه ومسكرين علينا مثل الجمجم. وليس يعرفين أن نطلع من هذا الجمجم. نحن حزب الطبقة الكادحة. حزب قوى الإنتاج. حزب القوى العاملة. صاحب العمل. والعامل كلاهما عامل بمفهوم حزب العمال. يهمنا إحداث توازن في سياسات العمل. وإحداث هذه السياسات بحيث تكون عادلة. وبحيث يتوفر بيئة عمل آمنة سليمة تشجع الإنتاج. تشجع النمو الاقتصادي. في حال وصلت إلى قبة البرلمان ما هو أول قويس. خذي كمان دقيقة. خذي أقل من دقيقة. ما هو أول قرار في حال وصلت إلى قبة البرلمان. بدك تتخذيه. أول قرار بالتشريع. أعطيني بس عنوانه إذا سمحت. بصيري سكونوا اثنين. بثلاث قد ما بدك. قولي لي بس شوف. أول شيء. تعديل في قانون الموازنة. موازنة عشرين خمسة وعشرين. رفع ميزانية صندوق الطالب الجامعي. التي تقدم المنح للطلبة والطالبات. من عشرين مليون إلى أربعين مليون. ثم ستين وصولا إلى مئة مليون. خلال أربع سنوات. وبذلك أضمن أن الكل سيحصل على منح. وكأنني وصلت إلى مجانية التعليم. بشكل أو بأخر. رقم اثنين. موضوع التأمين الصحي الشامل. تعديل فوري على قانون الصحة. تأمين صحي شامل لجميع الأردنيين. وتعدل النظام الموجود حاليا للتأمين الصحي. بحيث نستطيع أن نقدم لكل الأردنيين تأمينا صحيا. دكتور. قانونين. الأول. قانون الإدارة المحلية. أعدل وأعطي استقلال كتام للبلديات. وبودي عوائد المحروقات التي تطلع أربع مئة وخمسين مليون. بدل ما هي بالموازنة. مئة وخمسين مليون. بوديهم للبلديات. لتخلق التنمية في كل المحافظات وتخدم الأردنيين. هذه واحد. الثاني قانون ضريبة الدخل والمبيعات. تخفضه؟ طبعا. بخفض ضريبة المبيعات إلى شريحتين. الشريحة المتدنية التي لا تتجاوز 5% على السلع الرئيسية الغذائية وغيرها. والشريحة العليا التي لا تتجاوز 10% فيما يتعلق بالمواد الأخرى. شكرا جزيلا لضيفي. وأعتذر لعدم طرح أي أسئلة من أسئلة الضيوف الليلة. لأن ضيوف لم يلتزموا. لا دون الضيوف ملتزم. يعني تقريبا 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 تقريبا. شكرا جزيلا للدكتور خالد البكارة من عام حزب تقدم. على التزامه. على التزامه. الشكر موصول للدكتورة. شكرا للدكتورة للحروب العام لحزب العمال. شكرا لكم. ألتقيكم الأحد. وجلسة حوارية مع حزبين الجديدين. شكرا. موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة